اه بس انا عايز اقولك حمي غزل الراجل مختلف اه طبعا انت بتهيألك انه الراجل مش عايز يتغازل لا مش صحيح لا مش عايز يمكن الست بتتغازل بطريقة لها علاقة اكتر بشكلها بلبسها بشعرها بحلوتها الراجل لا عش كده الراجل ممكن ستة تانية تخطفه او تاخده بسهولة لانها بتعرف منين تخش له في منطقة الغزل الراجل يحب يتغازل في رجولته يحب يتغازل في انجازاته يحب يتغازل في تحمل المسئلية يحب يتغازل في كاريزمته وهو نازل وخرج من دين والله الراجل بكلمتين خلاص بس بيحب بكلمتين بكلام اصلا ايوه بس لو الست بطلت تعمل اللي حاجات دي الست لازم افعال على فكرة الست لو بطلت تعمل الكلام بتاع الغزل للراجل ده اللي هم الكلمتين ونص اللي انت بتقول عليهم الحتة دي ما بيعرفش يعبر عنها انه هي نقصة عنده لكن خالص لكن بيبدأ يفتح ودانه لأي حد في الانطراش بتاعه بيقوله الكلام ده الست بقى بتعمل ايه الست بتقعد وبتتخنق مع جزة وتقارف وتزرجن وتقول وتعيد وتطلب ومرة واثنين وتلاتة وتدرب بوز وتلوي بوزة المشكلة ان الغزل لما بيقل عند الراجل هو ما بيطلبوش معلش هو بيروح يجيل من بركة الفرق بدي لراجل والستة ان الراجل لو بيطلبوش والستة بتتخنق كويس انت كده فاهمتين ان الراجل بيحتاج للغزل وقدين احنا هنا بس هتين نفرر ما بين حاجتين احنا منتكلمش عن الكلام الحل او طريقة كلام الراقية او المحترمة او اللي فيها احترام وتقدير احنا منتكلم عن كلام الغزل الدلعة المعاكسة المعاكسة الدلعة الدلال انت دلوقتي قلت لنا انه لو الراجل محتاج الغزل زيه زي الستة واحد الستة بتطلبو اكتر بطبيعة الحال لانها بتحتاجه اكتر لانها بتحتاجه اكتر ولانه الرشو اكتر الرشو اكتر لا هي الستة كمان هي بتحتاجه اكتر وتقدسه اكتر وتدور عليه اكتر ومفتقده اكتر ترجمة نانسي قنقر